ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس باتت منتشرة في مدن العراق وخاصة في محافظة ذيقار حيث شهدت المحافظة في الآوينة الأخيرة زيادة في عدد التلاميذ المتسربين لا سيما من المدارس الحكومية الفقر وانتشار المخدرات والإهمال والعنف الأسري والتنمر داخل المدارس عوامل أسهمت في تسرب التلاميذ من مدارسهم ليجدوا أنفسهم معرضين لمخاطر الخطف والاستغلال وغيرها أكو حالات أو أسباب أدت إلى التسرب فمنها مثلا أكو خلافات في المنازل بسبب مثلا انتشار ظاهرة المخدرات في المدارس كذلك يعني الخلافات الزوجية ما بين بالبيت الواحد أدت إلى أو صبت بشكل سلبي على التلميذ ولا تنفصل ظاهرة تسرب التلاميذ عن ظاهرة عمالة الأطفال لا سيما أولئك الذين فقدوا الأب أو الأم أو كليهما واضطروا للعمل لتأمين المعيشة لذويهم ظاهرة هذه هي سببها أولياء الأمور لأن أكثر التلاميذ هم جايعيلون أبناء يعني آباءهم فيشتغلون اهتمام الجهات الحكومية بالمدارس الأهلية وإهمال نظيراتها الحكومية بسبب العائد المالي للمدارس الأهلية سبب آخر من أسباب تسرب التلاميذ أكومة المركزية لم تهتم بهذا الجانب لم تهتم بجانب تسرب التلاميذ والحفاظ على ديمومة دراسة التلاميذ أصبح التركيز على المدارس الأهلية من غير المدارس الحكومية يعني تلقى بالمدارس الأهلية أكو وسائل المساعدة أكو وسائل إضاحة أكو مقومات بالإضافة إلى أنه مقابلها الإجور تكون غالية فلذلك اهتمت الحكومة المركزية بالمدارس الأهلية بمعزل عن المدارس الحكومية وكان سبب ظاهرة تسرب الطلبة وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين طفل عراقي في سن الدراسة تركوا المدارس بسبب سنوات من الصراع السياسي والفشل الإداري وغياب الاستثمارات في البنية التحتية التعليمية في العراق التي كانت تعد من بين الأفضل دوليا قبل عام 2003 ترجمة نانسي قنقر